السلام عليكم ابنات مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله هذا الفيديو لقاكم بخير في احسن احوال ان شاء الله يا ربي سبق لي وشاركت معكم بالصف اشغال بهذا الجلد اسمه جلد الكافيار ولا جلد الاحذية اللي عملنا به بثاف اشغال عملنا به شمان دو طابل عملنا بيها لكوسان كذلك زينا به طابليات وعملنا به حتى ليس اكسسوارت على البنات وجاتني عليه تساؤلات بثاف من الاخوات قالوا لي مني شريته ولا وين محل اللي نلقاوه اذا ابنات انا اليوم قلت ندر معكم فلوغ خفيف الضريف في هذا المحل يبيع لوازم الاحذية ويبيع الجلود وكل كل ما يخص حرف الجلد سكاي اذا الابنات هذا المحل متواجد من مدينة عين مليلة هذا المحل الذي نشري من عنده المحل هذا البنات العنوان تعبه في اسنتر وفيلتا عين مليلة راه مقابل الابلدية جديدة تعين مليلة كما راكم تلاحظوا هذه البلدية جديدة تعين مليلة ومقابل هذي المكتبة عفوا هذا المحل اللي بنات جاي في الهبطة تعال الكوميساريا السونترال بتاع ايمديلا المحل لو المكان تعالوا جاي واضح إذن شوفوا الواجهة تعالوا من الخارج هذه الواجهة تعالوا البنات عنوان المحل هو إشراقات والأمل إذن كما قلت لكم البنات اللي يسكنوا في ايمديلا ولا في المدن المجاورة لها هذا المحل راه مقابل بلدية جديدة وجاي في نفس الروض تعال الكوميساريا والسبيطار القديم الجهة الأخرى فيها زنقط عين مالك يعني المحل راه العنوان تعوباين إذن البنات ندخل المحل ونكتشفه واش عنده من جلود وأشياء أخرى حنكتشفها مع بعض إذن البنات نبدأ من هذا الجهة اللي فيها الجلود وفيها فيها السكاي إذن نشوفوا البنات جلد الكافيار هذا اللي حكينا عليه هذا هو تالأحذية جلد الأحذية كما راكم تلاحظوا الجلود هذي جاية بايتي وجاي فيها الألوان هذا جاي في الأرجان واللول اللي وراه جاي في أحد الأرجان هكا فانسي جاي في النوار عنده ثاني لا كولير نوار ثاني كينا كينا الضغي كما راكم تلاحظوا البنات الرولو هذا العرض تاع وراه جاي فيه متر أربعين كما راكم تلاحظوا هم الألوان كينا حتى الفانسي وكينا الضغي الجلد هذا البنات تحفى تقدروا تدروا بها لنابخان كما تقدروا تدروا بها أشياء بزاف وأشغال بزاف هذا الجلد جاي تحفى إذن البنات نكملوا مع بعض عنا ونشوفوا الأنواع تاسكاي وهذا المحل البنات عنده كل ما يخص حرف الجلد سكاي عنده تلقوا عنده ثاني البولي بونت لندرو به الطبطين للحقائب عنده ثاني الباسبوال وعنده هذا البنات اللي جاي باللون الباج هذا اللي راكم تلاحظوا فيه هذا البنات عبارة عن سيبور سيبور هذا ندروه للحقائب بش تجيك الحقيبة تاك واقفة مثلا نخيطي بوشتة الأعراس بالهذاك الجلد الكافيار وديري هذا السيبور بش تجيك الحقيبة تاك واقفة إذن البنات أعذروني ما استقسيتوش على الأسعار لأنه كان شوي عنده الغاشي عنده الكليون واللي هنا البنات نشوفوا الأنواع تسكاي اللي عنده عنده هذا النوع اللي جاي السامبل كما راكم تلاحظوا اللي متعوه جاي شوية في الغاز وعنده هذا اللي جاي في الماران وهذا اللي جاي في القرانة ثاني عنده كل الألوان هذا البنات اللي في القرانة نقدره ندره بها للساكة الخرجاء يجي ولا أرواح كما راكم تلاحظوا البنات كين الوان واشكال من السكاي كما راكم تلاحظوا كين كل الوان كين الالوان اللي جاية فرنسي والالوان الفاتحة الالوان اللي تحبوها كامل تلقاوها كين هذا ثاني نوار البنات اللي جاي انديري مصفور في واحد المربعات وعندو هذا البنات اللي جا في اجاف اللول هذا اللي جاي السامبل هذا البنات تقدروا تدخلوا عليه الدونتال وتديروا به اللي نبخو ولا تديروا اللي ساد وطعب اللي جاي ثاني حاجة حاجة سامبل حاجة مليحة كما راكم تلاحظوا البنات في الالوان كل الالوان اذا البنات خليكم تشوفوا لي معدل ونكمله مع بعض اشتركوا في القناة قناة قناة واحد بنات عنده هذا النوعية للجلد اللي نقدر ندروا بها الحقائب ندروا به ثاني للساك وليكابع ثاني حقائب يعني وعندوه الثاني اللي فيه المعينات وله هذول المقروضات وهذا ثاني من الجلد ولي جي في القرونة هذا البنات نقدر نخيطه به او اول ساك وهنا البنات يوجد الموطيف الموطيف التي ندرهم في العلب التركية نزينه العلب التركية كما تجدهم ثاني تصبغهم وعندوه الثاني اللي في الضاغي. نعتذر منكم البنات لاني ما سقصيتش على لي بري. لانه شوية عنده هو وحده ما كاش ليعاونه على هذي ما سقصيتش. اذا البنات نكمل الجولة تعنا مع بعض. وعندو ثاني هذي النوعية البنات اللي غنية عن التعريف. هذي النوعية اللي جاية مجعدة. كما راكم تلاحظوا فيها كل الالوان حتى هي. هذي النوعية البنات اللي نقدرون نخدموها بالبيصالي عادي. يعني تلسق لكم عادي بالبيصالي. العكس سكاي لاخر. يعني هذي سكاي جد عملي. جاي بريي جاي بايتي احتى هو. كما قلت لكم لبنات هذي المحل يبيع لوازم الاحذية. نتوفر عندو احتى لوازم الاحذية عندو اللي سمان تعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا من جهة اخرى عندو هذي الجلود اللي جاي مبطنة وجاي مطرحة كما نقولوا. هذي اللي ندروا بها التبطين اللي نغلفوا بها الكراسي. نغلفوا بها الطابوريات ايضا. ممكن ثاني الارائك وال الفوتي كما نقولوا. عندو كل الالوان البنات عندو الاحمر الاسود كل الالوان اللي راكم تلاحظوا فيها. وهذه البنات اللي جايين فيهم نيدي السان كما راكم تلاحظوا فيهم اه فيهم كل الوان الابيض الوردي الاخضر الازرق كل الوان هذو تعلي بي به. هذو البنات اللي نخيطو بهم الشرع تعلي بي إني ولا تتروسو تعالبي. تقدرون تخيطو بهم بساتة ذو Yani غيرو بهم الحفاظات كما تقدرون تخيطو بهم حقيبة. تروسو تعالبي ايضا. كما تقدروا تخيطو بهم ساني اللعبانات تعلي بي بي ذو كنشوفوهم عندو كما راكم تلاحظو شوفو لي ديسان تحمي ولا أروع وكلة ديسان اختلفة على الاخرى. تخيري لي يعجبك. وهنا البنات وحط لكم هذا الموديل تعليبي بي. هذي اللي نقول له احنا يلعبانا. كما راكم تلاحظون هم خيطة بنفس الخامة ومدارين الهلبي فقط تقدروا تديرها كمشروع. وايضا لبنات من جهة اخرى كما راكم تشوفو هذا الساك. الساك تعليبي بي جاي باللون الاخضر. احتواجه فكرة رائعة. اذا البنات نكمنوا مع بعضانا. وهنا من الجهة الثانية تعال المحل كما قلت لكم. هذي كنشوفو نكتشفو وش عندو. الهنا البنات من الجهة هذه الثانية عندو كل ما يخص لوازم السيارات للتغليف السيارات. كما عندو ثاني تعال الارضيات هذو. وعندو هذو اللي غازان كما راكم تشوفو. وهذو اللي رولو ثاني. هذي كنشوفوه مع بعض. عندو ثاني الباش. وعندو ثاني هذي اللي يقولو لها الشاطمة اللي نخدمو بها المفارش نخدمو بها اللي يريدو. وكذلك اذوك تعالي بانكات. مفارش هذوك. كما راكم تلاحظو عندو كل الالوان. اذا نبدو نشوفو هذو الجهة وش فيها. كما راكم تلاحظو البنات هذو كامل قلت لكم اه تعت السيارات للتغليف السيارات. كما تلاحظو البنات عندو اللي موديل تعدان. تلاحظو عندو آآ الباش. ثاني الباش هذوك اللي تدروا للنوافذ. هذو البنات يغلفو بهم كوصلات على السيارات. وهنا البنات عندو هذو تالارضية. كما راكم تلاحظو هذو ثانية الكوصلات. واللي هنا البنات عندو هذو تالارضية اللي قلت لكم عليهم. عندو هذيك اللي جاية لونة اللي جاية من اللي ورا هذي. هذي البنات اللي عندها لك خاش ولا حاجة. اديرها للارضية تحا ولا يتحب دير مشروع تالك خاش. وهذو ثاني اللي تحت ثاني جيين تالارضيات. شوفوا البنات جايين ولا اروع. اما هذو البنات هذو آآ القازون عندو آآ عندو هذي الالوان عندو في الموف عنده ثاني في في الأورانج في الأزرق وهذا في الأخضر كما راكم تلاحظوا هذا القازون البنات تقدري تا تستخدمي ثاني في الدار بديريه مثلا في التراس وديري حاجك ولا مكانك اللي بشي يلعبو فيه الولاد كما راكم تلاحظوا هذو كاملة الارضيات وهذا القازون اللي قلت لكم عليه كما راكم تلاحظوا البنات عنده موديلات ولا أروعة الأرضيات عنده هذو ثاني يجيين في الماران وهذو يجيين في البلو فيهم الحروف وفيهم الأرقام هذو البنات كما قلت لكم اللي عندها لك خيش ولا مشروعة لك خيش تقدر تزين بهذا الأرضية وهنا يا من جهة أخرى عنده هذو اللي يرولو هذو البنات اللي جيين باللون الأحمر والأسود والجهة الأخرى اللي جيين في الماران في الباش هذو البنات يقال لك آآ يحطوهم في الأرضيات على المساجد آآ البلاسة اللي فيها المضية لي توظوا فيها كما تقدري تحطيه في آآ في الساني تاغ في الدار هذي المترة تاعه بمية خمسة تسعين ألف وكان ثاني هذك اللي باللون آآ الاخضر هذك آآ أرخص منه عنده ثاني هذو الباش وعنده هذي الشاطمة اللي قلت لكم عليها هذي يشوفوا الألوان تحها الشاطمة هذي ثاني جاية ولا أرواع هذي الشاطمة البنات المترة بثمانين ألف كان في اللون الأسود الباج آآ البلان كاسي الموف الغاز كان فيها ألوان ولا أرواع كما تلقوا عنده البونج لبنات وتلقوا عنده هذو ثاني لطبي إذا البنات إلى هنا لحقنا لنهاية الفيديو نتمنى هذا الفلوك ينخفيف عليكم وعجبكم إلى هنا حبيباتي أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته